اول حاجة احنا لما ريجي بنعمل اه المفروض بتاعتنا المفروض يعني لو بصينا لو عطينا السنة بالنص بالعرض بصينا عليها ميزل او دستر هنلاقي الكسب بتاعنا. اعمل كده لسلوب وبعدين فصة صغيرة او جروف وبعد كده في سلوب تاني. فلو جينا نتكلمنا مسلا ده الباكل وده اللينجو. كويس ده الطبيعي. اعملناش ضعب السنة. انا قصدي كده. تمام? ففي كسب وفي سلوب. طيب. انا جيت دلوقتي بكل بساطة جديدة. قمت اعمل كافتي. فالكافتي التاعي كسب سلوب ده السلوب. عملت كافتي. قطعت السلوب من النص. وبعدين عندي الفلور. وبعدين الولد التاني وبعد كده السلوب الليبيل او الباكل. سويني اصغرها شو عشان ناس تشوف. كده الصورة واضحة. يعني لو اتكلمني ده برضو باكل وننجر. انا عندي الكافتي بالمنظر ده. الكافتي ده انا ببص عليه من الميزل او الديستا اللي انا قطعت السفنة بالعرض. طيب. لما اجي اعمل كومبوزيت في نقطة مهمة جدا. المفروض ان انا بكمل الاسلوب ده. يعني ببدأ من هنا الكومبوزيت بتاعي لحد الفصل. نفس الكلام من الناحية التالي. لحد الفصل اللي في النص. او الجروف. منتفقين دي نقطة مهمة جدا. طيب. الهاي بوانس بتيجي من يعني بتيجي ان انا بضيف كومبوزيت في الجزء ده. على السلوب. على الكاسب السلوب من فوق. اي كومبوزيت انا هديفه فوق. ده الهاي بوانس. ده الهاي بوانس. ده الهاي بوانس. وانت شغال هو ده الهاي ده الهاي بوانس. فدي نقطة مهمة جدا. دايما احتكر ان انت عندك سلوب. انت قطعته بالبير بتاعك. لازم ارجع الاسلوب ده. الاسلوب ده تاني. للسنترال جروف. تمام? متفقين? دي نقطة مهمة جدا. الناس لازم تاخد بالها منها. طيب. نرجع بقى لشغلنا الطبيعي. نرجع للكست. الكبر شوية عشان الناس تشوف. كده اظن تمام. طيب. احنا هنشتغل التوس دي. ايا ان كان بقى انا اا دلوقتي اا التكنيك بتاع اللي انا اشتغلت به سواء بقى كان اا ااااااا سيلف اتش. كل ده ممكن نتكلم عليه بعدين. ايا ان كان التكنيك انا دلوقتي عملت ال اتش. اناهم إل اتش. وسواء اعملت اتش لل دنتن او لا. واستخدمت سيلف اتش ايا كان. استخدمت اول ان او بوطل ايا كان. انا دلوقتي جاهز لناعمل اااا كومبوزيت. تايب. في نقطة مهمة جدا. لما اجعمل كومبوزيت لازم ابقى عارف انه فيه في النص هنا اسمه ده بيقسم لي السنة بالعرض. تمام? طيب. لو انا عندي ده مفيش فيه وانتكت يبقى اللي هنا ده بالزبط هيكمل هنا. نفس اللي ماشي هنا هيبقى ماشي هنا. يعني بالعرض هيبقى كده بالزبط. كويس? طيب دي نقطة. نقطة تانية في عندي على التوس من بره. فيه هنا في الباكل. في الانج والسوري. وفيه باكل هنا. دايما الجروفز دي بتبقى جاية بتوصل او بتصب في الاخر بمعنى اصح بتصب جوه يعني لما اجعمل كومبوزوت اتأكد ان الجروف ده هيكمل لحد فانا بكمله بس. في قاعدة كده بالنسبة لنا بحب اقولها دايما يعني شوف الجروف ده جاي منين? وكمله للسنتر الجروف. يعني لو جيت كملت جروف هنا. ده وده وده. هيرسم لك اللي انت عايزه. تمام? تمام. طيب. الانسترومنت اللي معي اللي هي اللي احنا وانا عليها. ده التب برفيعة. العادية خالص. المتال العادية عايز تجيب جولد بلات براحتك. السادي التاني اللي هو زي آآ الكندنسر بس التب بتاعته فلات. بلاش تاني الكمبوزيت بلاش تستخدم الكندنسر بتاع الامولجام. لان الكندنسر بتاع الامولجام هتلاقي سيريتد من تحت عشان يضغط انت بتعمل باكينج او كندنسياشن للامولجام عشان الاكسيس ميركري يطلع. فده ما ينفعش تستخدمه مع الكمبوزيت لانا كل ما هتضغط على الكمبوزيت هتلاقي الكمبوزيت طلع تاني. تمام? طيب. الانسترومنت تاني اللي انا هشتغل بيه البروش. البروش هنا فكرتها ان انا هعمل ادابتيشن آآ الكمبوزيت زي ما كنا بنتكلم من شوية انه لازم الكمبوزيت بتاعي يكمل مع السلوب. يعني السلوب بتاعي يكمل لحد. تمام? فده البروش دي هتساعدني ان انا اعمل ادابتيشن للكمبوزيت زي ما هنشوف دلوقتي. طيب البروش دي آآ انا بروش. ممكن نستخدم البروشز العادية بتاعت الفرش الزيت. آآ ممكن عادي جدا يعني. طيب. في نقطة كمان قبل ما نبدأ الناس لازم تبقى عارفاها. آآ وده انا شوفتها بعيني يعني. في ناس بتشتغل آآ الفرش دي بيشتغل معاها آآ آآ سواء بقى بتاع الجيس آآ الجيسي سوري او آآ البيسكو ايا كان نوع آآ ممكن اشتغل بموديل انجريزن عادي. موديل انجريزن هيخليني آآ خلي ادابتيشن احسنين. بس الفكرة كلها انه ريزن. تمام? فلازم آآ الفرشة بتاعتي دوب مبلولة بس. يعني مش مش مليانة. النقطة تانية هل ممكن استخدم بوند في الادابتيشن? آآ بس لازم البوند بتاعي يكون اللي هو ما ينفعش ان انا جيب بوند آآ آآ وان بوتل سيستم واعمل بأدابتيشن على البرش. يفضل ان انا اعمل بوند? ما يفضلش ان انا اعمل بوند اصلا يعني. طيب. حاجة كمان هل ممكن اعمل الادابتيشن بالبوند برش العادية بتاعتي? ممكن. بس لو انت شغال بالماجنيفيكيشن هتشوف ان البرستلز دي او الهيرز دي اختفت بعد وقت. خصوصا لو الفرشة دي مش كويسة. هتقول ده البريستلز الموجودة او الهير اللي موجود ده اختفى جوه الكمبوزوت بتاعك. فانت بقى عندك فورن بادي جوه الكمبوزوت. ده هيخلي بعد كده يحصل كراكس الكمبوزوت ده. تمام? طيب. يبقى يفضل انا ما استخدمش الفرشة دي. مضطرة استخدمها يبقى لازم استخدم برش ااا كويسة. طيب. يبدأ ان اشتغل في الاول خالص انا بالنسبالي بشتغل اا بحكتي. ااا بيبقى غامق شوية وشيد بيبقى فاتح للانامل. طيب. انا المفروض في ااا اسف في الناتشرال توف هتلاقي ده طبعا عشان اكريل انت مش تشوف اللون ده هتلاقي لون الدينتن هنا لون اصفر شوية ولون الانامل هتعرفت تفرقه. فخلي دايما اللون الغامق لو انت هتشتغل تمام? لو انت اشتغل الكلام ده مش لك. لو اشتغل خلي اللون الغامق دايما اخله للدينتن وبعد كده جزء الانامل ده يخليه الفاتح. طيب. هل ممكن احط في لاب الكمبوزوت في الفلور? اه ممكن تحط في لاب الكمبوزوت زي ما اتفقنا بس وعمل لها سبريد. عمل لها سبريد بايه? بآ ببروب او آآ رفعي عزلي. بلاش عشان زي ما احنا اتفقنا البريستيل زي ممكن تدخل في الكمبوزوت بتاعي. طيب. نبدأ تنحط انا دلوقتي هحط آآ انا شغال بالسروم اكس. حطي لير صغيرة خالص اي. تعمل انا شغال صغيرة خالص اي. اول لير على لازم اعمل لها كويس. يعني لازم اضغطها كويس جدا. لها اضغطها كويس جدا. حاجة اسمها عشان اللير دي تمسك اكتر في اللي تحت. ان دي اول بتفصل. يعني دايما لازم تبقى عارف ان اول اللير. هتعطتها في الكافتي دي اهم لير في الكمبوزوت. يعني حط اهم لير في الكمبوزوت. بعد كده يعني اردم الكافتي. كويس. بس اهم حاجة في الاول اول لير. طيب. نبص بالراحة كده هتلاقي انا حطيت اللير هنا ويفت في النص. النص ده اللي هو سنترل جروف. انا شايف انه سنترل جروف هيبع هنا. خلاص فان اللير بتاعت على آآ الميزو باك الكاسب هنا. هو معديدش سنترل جروف وفي نفس الوقت هافع عند البك الكاسب. طيب. بعدين. مش عمل كتير بس عشان ايه اه الناس ما تدقاش من من الضوء بتاعها. هنقول بس انا هتمنى بس حتى يفكرنا انا اسف يفكرنا في الاخر. اه ازاي اعرف ان بتاع لها بتاعي. طيب. تانية صغيرة هي. هدفها تانية انا اتعمدت ان انا اشتغل بشايد غامق جدا. افور علشان الناس تشوف. هبدأ زي ما كنا بنتكلم من شوية ان انا هاخد جزء من الفلور مع جزء من الوول بس. مش عايز ان انا آآ اخد كبيرة علشان. حتى صغيرة خالص ايه? اعمل لها على الوول وعلى الفلور. وانا عامل محافظة على تمام? طيب. بعد بعد كل هعمل كيورنج. ودي نقطة مهمة جدا. اعمل كيورنج لمدة كام ثانية? ده على حسب المانيفاكشور ريكمونديشن. يعني آآ بتاعك المانيفاكشور بيقول خمساشر ثانية كزا. يبقى انت معه. ما تشتغلش من دماغك. طيب. كمان تانية. وهكزا. انا اشغل بقي لير باي لير. في الدينت. انا بتكلم في الدينت نشي. طيب نفطلت دلوقتي انه انت بتضع وقت وحنا عايزين آآ حاجة سهلة. وهنا لو انا هشتغل يا عم انا آآ هشتغل ببالك يعني هنا لو خدت بالك نشغل بالتبر فهي عشان عشان هرسم الجروز. انا هشتغل بآآ بالك في الكمبوسط طيب. نفترض دلوقتي انت هشتغل ببالك في الكمبوسط. لو نفترض ان انا معي دلوقتي البالك في الكمبوسط وحملة اللير بتاعة دينت ده خصوصا ان معظم البالك فيل آآ مالوش بس في شركات بدت تنزل الوان من البالك فيل. فسواء انت معاك الشيد او لا. تمام? انا افترض ان احنا حعلنا جزء في كل الفلور. ده ده كاترة لو انا باشتغل لو شغال باكابو اللي عادي مش هعمل انا بعمله. طيب. فابدأ اضغط عادي. زي ما انا كنت باضغط عادي خالص اهان. ممكن اجيب البراش بتاعتي. او ممكن اجيب آآ كندنسر عادي خالص الكبير بتاعي عادي خالص انا عملت اه. طيب واحد هيجي يقول لي دلوقتي ما انت عمل طول سي فاكتور يا عم وقرفتنا وسي فاكتور ايه بس سي فاكتور فين دلوقتي. طب ما انا هتحطط ليير كبيرة يا مسكت في اكتر من اقول مع الفلور. طب ما اللي هتبقى على اللير دي هتبقى كبيرة. هقول لك صح ان دا عندك حق. عشان كان هامل الحركة الصغيرة دي. انا هفصل الليرز دي. يعني فيه اللير فصلتها. اللير التانية فصلتها. واللير التالتة فصلتها. لو انا حطيت كل الفلور يبقى سمها واحد اتنين على حسب عدد الكسبس. فكده كل اللير لوحدة. تمام? فالشرنكيج اللي احصل على اللير دي بقى صغير. بقى قليل. طيب. طب اللي انت فصلته ده هتحط في ايه? والله هي حلول كتير. ممكن فيه ناس بتحب انها تحط ستين. كااااو فلدينت اللير. طبع كاة ابن الانامل. وانا محبش الحركة دي. او محبش ستينز او عماما يعني. او ممكن احط في قوة الكمبوزيت. اي اضوب بحاجات صغيرة خالص وعمل لها في الاماكن الرفاعة. حاجة اللي هتذكر. يعني ما فيش حاجة تنزل كبيرة هنا. او ممكن ان انا اشتغل اكمل عائد خالص بالانامل آآ طيب. هعمل عادي خالص. ها. ممكن كمان ساعات اعمل كمان من يعني انا بتاعتي دي مسكة باكل وفلور هعمل من الباكل والفلور. تمام? انا بس مش بطول المدة عشان بس الناس تقول انت ما بتعملش لا انا مش بطول المدة عشان بس ما يدقش الناس. تمام? طيب. خلصت انا دلوقتي انا مش عايز اعمله آآ غامق. انا عملت دلوقتي لو خدت بالكم اللون ده غامق. غامق جبا. ده اي فور. كويس? اي فور. عشان الناس تشوف ده دين تنشيط. طيب. نفترض دلوقتي انا هكمل باللون ده يبقى انا معلش يبابهرج. ان انا اعمل كمبازت واخلي الشيط كله غامق ببقى ده حاجة غلط. خليه على الاقل فتح شوية. يعني ممكن اشتغل بايتو آآ انامي اللير. لو انا مش معايا انامي اللير يعني ممكن اشتغل بالباضي شيء دلوقتي او اي وان. طيب انا معايا ممكن فنشتغل اي وان. انا معايا اي وان. فانا هشتغل اي وان. طيب. دلوقتي هعمل هيدي نقطة المهمة اللي بتبقى كل حاجة. اللي هو الان اعمل شي ده. طيب هبدأ مسلا انا عندي فيه هنا. هنا صغير. فانا ممكن اخد مثلا اهي على قد ده. كويس? وهبدأ زي ما اتفقنا اعمل بالراحة عادي خالص اه. كويس? احتاجت ان انا ازود هزود يعني. نفيش مشكلة خالص. طبعا لو الدنيا بتبقى اه بتبقى انت شفعين. طيب. انا حطت لها رو عايز اعملها زي ما اتفقنا الجزء اللي هيبقى فوق الاسلوب. هيبقى الهاي بويت. فانا محتاج ان ازود اه ازبطها. اعملها ازاي بالبروش بتاعتي. وابدأ اخد على سلوب. اه الاوتر. هتلاقي كل اكساس طلع بر. فيش اكساس خالص. انت عملت الوقت اعملت للكمبوسط. يعني لحمتي الكمبوسط ده في طيب. انا عندي هنا جروف صغير هنا بتاع الفصة. وعندي جروف هنا. هل ممكن ازود كومبوسط بعد اه? ممكن ازود كومبوسط عادي خالص. لو انا شفت ان انا محتاجة ازود هزود. فادي اللي هيرة اعملت لها كيورنج. عادي خالص ممكن اعمل كيورنج هنا. يفضل انا اعمل كيورنج اعمل كيورنج وبكر. كويس لو انا شاكك في اللاية كيور بتاعي. طيب. نكمل نكمل. لير تاني. طيب. ناخد مسلا الليير. ايا كان الترتيب. يعني مش هيفري معي الترتيب بالزبط انا ماشي ازاي. يعني هبدأ اضغط بعمل مش بعمل زي بتاع الامالجام. انا مش بعمل اه. هبدأ اعمل عادي خالص اه. بالبراش. ده فانا براش انا براش ممكن احط عليها اه فلد ريزن. سوري فلد ريزن مش انفلد ريزن. فلد ريزن. كويس اه. او ممكن احط عليها مودلينج ريزن. فانا عندي هنا بالراحة خالص اه. انا اوسعه لاي حاجة اه. اه. اه ده الجميل بتاعي زي ما هو. ووافنا على في هنا في هنا. كويس? مع الوقت لما الناس تجي تشتغل هتعرف ان في اه هنا او صغانطوت خالص كده. بس. وعمل بالراحة عادي خالص. ولا خد وقتك. يعني الفكرة عشان اطلع كومبوزوت حلو جدا لازم اخد وقتي. اخد هلا اخد وقتي. وانا مش عامل اصلا كويس. وقل بيش انت كلش واحد يتحرك لأ. لازم ابواخد وقتي وانا كل حاجتي تمام. ويفضل مسلا وانا شغال ابدأ ابص بالمرور بتاعة اوبليك اشوف هل بتاعي. اوبليك يعني ابص بالجنب. كويس خلينا نقولها اوبليك. نبص بالجنب. نشوف اسلوب كمل ولا ماكملش. يعني لو حسيت انه في حتة مسلا. اعلي يعني محتاجها هابدأ اضغطها بالراحة خالص. عادي انا برسم. هي الفكرة ان انا برسم. مش امالهم. ده مش امالهم. خلصت دي. كيورنج زي ما اتفعل. وكيورنج كمان من طيب. نفترض دلوقتي ودي نقطة كويس ان انا افتكرتها. لو انا عندي لو خدنا بنا من 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 التب بتاع الاتف يور. هي خلينا نبص من هنا احسن عشان الناس تشوف. هنا يعني لو لو تخيلنا ان التب دي فوق. هتلاقي نص الكافتي بالضبط. الناحية التانية اللي هو الديستل ده. مش باين او باين سوري باين من التب. يعني التب بتاعة دي مش مغطية كل اللي تقول. فانا لو حطيت مثلا. مثلا. حطيت هنا. في وحطيت هنا في نفس الوقت. معهم ومش هلمسوا بعض. عشان يعني اصرع الموضوع شوية لو حطيت هنا هنا. واعيز اعمل كيورنج. هاجه اعمل هنا. هتلاقي هنا بس. والتاني ما تحصل لهش كيور. فبلاش باقي نستسكر ونقول ايه? لا خلاص كده حصل له كيور لا انا عايز اه لا انا عم فيش الكلام ده. بتاع الكمبوضد بيعمل كارثة. ممكن توصل لنيكروزيس. بالب نكروزيس لو انت عملي كلاس وان واستهونت بفكرة الكيورنج. ممكن يوصل انك تعمل بالب دس. تمام? فاعمل كيورنج على النص ده. واعمل كيورنج على نص التاني. سواء عشرين ثانية وعشرين ثانية تلاتين تلاتين حسب طيب. فدي نقطة بس كويس ان هي جاء في النص طيب انا عايز اكمل. اكمل هنا عادي احط الهيار عادي خالص اهن. وابدأ اعمل مش بضغط يعني فضيع. مش بضغط خلص. انا بس مجرد انا بعمل له نفس الفكرة. انا بعمل له ان انا باخده من جوه البر. عايز ازبطه اكتر. هروح للتب الرفيع شوية وابدأ ارفعه شوية. احتاج ان انا ازود في الاخر ده ما فيش فيه مشكلة خلص. لما ازود احسن ما يبقى عالي زي العلزه. هبدأ اضغط على بتاعه وعمل له عندي هنا ما انسهوش. اللي هو اللي هو ده. لو انا خدته من بره الجوه. اه. هو نفسه. كملته. وصلته. طيب. حل بتاعي يعني هل انا اعمل خط مستقيم وخلاص وراح دماغي? لا. هو مش ستريت. هو يفضل ان هو ما يبقاش ستريت. يعني هو كان هنا مسلا ستريت شوية. بدأت مسلا ندخله شوية هنا. بعد كده ارجعه شوية لنا حتى. اننا العب فيه. خدت انا اللير دي. نفس الفكرة. مش بعمل كتير بس عشان الناس اللي لسه جاية. الجزء بتاع تاني. الجزء بتاع احنا اه حطنا جزء لو لازم اشوف بتاعت اللاية بتاعي قد ايه بالزبط من الكافة. واخدها قد ملكلتي. يعني ممكن دلوقتي وانا بحط اللاية هنا هتلاقي بالزبط واخدها نص التوز. فيه نص تاني مش موجود. اللاية مش مغطية. طيب. انا لو جيت حطت لير دلوقتي ممكن احط لير كومبوزت هنا. ولير كومبوزت هنا في نفس الوقت وعمل كورنج مرة واحدة. لو انا هيزا عمل كده. هعمل كورنج هنا. وما استحوانش انه وحصلش كورنج الناحية التاني. يعني اللاية كورنج بتاعي مش مغطي. فنعمل كورنج للجزء ده. وبعدين بعد ما خلص عشرين سانية بتوقع روح اعمل كورنج على الجزء التاني كمان. ما سيبوش. انه لو انا سيبته هيبقى الجزء ده انفلد ريزن. طيب نكمل الجزء الدستر. دستو بقى الجميل الصغير ده. هي فكرة جروف. فولو زا جروف. شوف الجروف فين او صلو. دي نقطة. النقطة التانية. القاسب سلوب. لازم تكمل القاسب سلوب. اللي هيساعدك في تكمل القاسب سلوب انك تبقى شايف كويس. هو حاليا مش شايف كويس لانه السنة يكريله مش واضحة زيادة على نزوم بس. احنا بنحاول. هنا في الجروف. اهو. عادي خلص كملت وبعد كده اسحب الكمبوزوت ده عادي. عادي خلص. انا بلعب بكمبوزوت فيها. الفكرة انك بتلعب. في جروف هنا صغير. نفس الفكرة. احتاجت ازود في الاخر احنا هزود. انا لازم هزود. لان انا ببص دلوقتي من فوق. مش ببص هيروزونتل. لو بصت هيروزونتل لأ محتاج ازود. او ما بصت قبليك لازم ازود. طيب فانا عندي هنا اه جروف وهنا جروف. اللي هو اول ضلع في الترينجلور فاصة. نحط في الاخر ستين عشان الناس تشوف الاختلاف. نروح ناخد الجزء بضغط بالراحة خالص بعمل له كيان انا برسم بالزبط مش بعمل اه مش بعمل كده. معلش انا اسف. مش بعمل كده. انا بقى اعمل كده في الاول خالص. اللي هي مش بعمل في الانامل دي. هبدأ اشيل الاكسس عادي الخالص هنا. بتاعتنا. اعمل للكمبوزيت في المارجن. بعد يقول لي في البيشنت انت مجدوعة تلف كده ده انا بعد الف عادي يعني. بحرك ايدي ايدي اللي بتتحرك في الاول في الاخر. طيب. هبدأ اضغط. اعمل هنا. انا برسم. هي الفكرة كلها انا برسم. اهو اي اكسس هشيله. زي ما اتفقنا ان انا هضغط الكمبوزيت ده اعمل له مع التو ستركشور. طيب. لو جربنا نعمل بفرشة عشان الناس بس ايه انا ارضي غرورنا. لو عملنا بفرشة ممكن زي ما اتفقنا. لو الفرشة دي كويسة هتلاقي زي ما حافزت على بتاعتها ولسه عايشة زي ما هي. ممكن في الاخر خالص ما تلاقيش الفرشة. يبقى انت حطيت جوة الكمبوزيت طيب. هبدأ بالروح اشكل هنا اهي. والآآ زي ما اتفقنا ابص اوبليك. بصوت اوبليك لقيت الدنيا كويسة خلاص. بياخد وقت لازم ياخد وقت عشان تعمل حاجة حلوة في الاخر لازم تاخد وقتك. اخد وقتك. مش حد بجري وراك يعني. انا طبيعة كده احنا انا عن نفسي اخد باخد آآ باخد وقتي في الشغل. لازم تاخد وقتك وما تشتغلش اندر سترس. طيب دلوقتي انا عندي لسه فيه جزء صغير هنا هزودكم بسط. هبص. من الجنب لو لقيت ان فيه كصب مسلا. محتاج انه الاسلوب بتاعه يترفع شوية هرفعه وهكسر. جزء صغير خالص هنا اه. في النص. هعمل لو قيت عادي خالص. هرجع حافز تاني زي ما انا. حافز على متاع ترسم عادي خالص. ولا كنا انا انا عملت حاجة. هل ممكن اعمل اه عادي خلص بس ما تخليش اه زياد عن نزوم. لانه لو زياد عن نزوم هيكمل هيرجع تاني زي ما كان. يا بان انت عملتش حاجة بل الكمبوزر بتاعك هيبدأ هيكون. خصوصا لو البيش انت اه مش مهتم قوي يعني مش بيخسل كتير هيبدأ هيجمع بعمل بكشان تاني. يبقى انت ما عملتش حاجة. هل انا بعمل ده في اه في بيشنت او انا بعمل كده في بيشنت. الناس اللي شافت الستروب تاعنا انا اعمل لور ايت النهاردة كمبوزت. بعد الاندو انا عملت اندو بعد كده عملت كمبوزت. في لور ايت اه. كويس? طيب. بعد ما خلص خالص. خلصت كل الكافتي بتاعي. شوات كورينج مش مش هيضر. شوات كورينج من بكل. خمسة عشرين سنة مسلا بزو بكل. عشرين سانية ايا كان ال time المفترض اعمله. تمام? ده هيساعد انه ما بقاش فيه انفلد اه انكيورد كمبوزت. لان انكيورد كمبوزت معناه انه هيروح في الاخر لسكة نكروزيس. ده خالي انت عمل كلاس وان وحصل نكروزيس. احد الاسباب من النكروزيس دي اللي احنا قلنا عليه. طيب في سؤال لما باخد وقت في الشغل والايزوليشن نص ساعة لو كلاس وان لو انتيرو بالزات لو انا اسف والسؤال كبير فانا اسف معاك. طيب. انا معاك في السؤال ده دكتور احمد دكتور احمد ابراهيم. انا بعمل زي دكتورة بالتب بتاعت دي. او او ممكن عادي خلص يعني. هو انا قربت اخلص بس. فالسؤال بتاع دكتور احمد كويس. هي الفكرة دكتور احمد انا برضو اه زيك عانيت في الحوار ده ان انا شغال في اه كنت شغال في مجمعات خلاق وما تخركت وكنت بصرف من جيبي وكل الكلام ده. بس الفكرة لازم تبص بعدين. انت بتشتغل لنفسك. يعني اعمل ده نفسك. مش مهم انه الفلوس تيجي في الاول. هي لازم ببقى في فلوس تساعد. بس على اقل لازم تشتغل على نفسك الاول. انت بتشتغل نفسك. انا على نفسي يعني لو انا عملت حالة زي دي. اه كويسة ببقى مزاجي حلو طول اليوم ودنيتي حلوة والله. يعني ما بقاش اه بالعكس زي دي ممكن تعدل مزاج باية اليوم. طيب. هكمل بس. خلانا هنتكلم من الجلاس عنور. اه وده ده عايز محاضرة مع اسم او او من الجلاس عنور ماكسوم خمس سنين ومشاتلي. ده لو وعد خمس سنين. انا المفروض هبص بالعرض. يعني ابص كده بالزبط. لو شفت مسلا اسلوب هنا. مسلا اسلوب ده انا شايفه صغير شوية. شايف ان الكمبوزت دخل هنا شوية. فمحتاج ان انا ارفعه شوية. صغيرة خالص لا تذكر. ابدأ اعمل ادابتيشن تاني خالص. انا محافظ على كل المعايير اللي انا اشتغلت عليه. يعني. اه. اه. الكاسب سلوب. اه. الفصة. كله زي ما هو. يوم هاجي هعمل في الاخر. هحتاج ان انا اعمل فانيشنج. هي بحاجات لا تذكر. عشان كان الناس بتستغرب انت ازاي بتوصل بالنتجة في الاخر انها تبقى حلوة. واتباش انت مابقاش عالي ولا ولا كل الكلام ده. عشان اه. يعني انت بتاخد بالك من كل تفصيلة. لازم وانت شغلت بقى مركز. انت مش يعني العالم مش بيبوز مش هي مش الناس مش هتموت وانت وانت بتشتغل ايه? تمام? ابص من جنب. كده كده انا هعمل بس انا مش هعمل حالا يعني. بس في الطبيعي انا هعمل هعمل خالص اهو. اهو احنا كده كده هنحفظ ده. تمام? زي ما اتفعنا بعد ما نخلص. يعني ممكن ممكن اه اه شوف بقول لك مسلا عشر سواني خمس شرس ثانية اولي راوند. طيب. ده اللي احنا عملناها. كويس? حد يقولي انت من فوق شايفة حلوة لها وانا شايفة حلوة كمان من من الجنب. انا هبقى اصورها وبنزلها ان شاء الله. طيب. عشان بس الناس تشوف اللي احنا عملناها. اه. هو هو دكتور سامح بالمناسبة ده زي ما اتفعنا اسمها بي كي توماس. هنزلها. ممكن نزل بوستة دلوقتي يعني. بي كي توماس انا زي ما زي ما قلت من شوية هم بيجوا خمسة او ستة انسترومنت. كويس? انا بشتغل بدي وواحدة كمان منهم. بس. يدول مسلا بسبعين تبانين جنيه. ودي موجود عند الناس كلها اتلاقي دكتور محمود عصمان موجود. انت عنده شركة الساعد شركة الناس دي كلها عندها اتلاقيها موجودة. هوريك الستين الستين انا اشغل بيها هنا في الكويت عندي معايا حاجة اسمها برا في الستين. كويس. الستين بالمناسبة ان اه هي في لوقا بالكمبوزيت. ده البراون كولر بس براون براون يعني براون براون. الانة في انا اه البراون بدي حابب خفيف شوية. طيب خلنا بس اوريكو الستين طبعا هي كده لحطت استين هتا هو كده كويس. حط استين عشان الناس تشوف ولا بلاشي. المشكلة في اه يا دكتور لو بتشتغل كاسب باي كاسب اظن مش محتاج يكون مدة طويلة لو عمك ده بيعتمد في الاخر يا دكتور عبد السلام ده بيعتمد في الاخر على بتاع بتاع بتاعك. تمام? يعني لو انت ممكن تحط اربعة ملا ول لديكيور بتاعك في شيء هيوصل لاربعة ملا وفيك لديك لايوصلش اتنين مل ومشكلة ب User bless the medication in Dr. Adalia. ده احنا قلناه. انا ا tesl في partition. ممكن على الحظرك تشوف اللايف اللي فات. احنا قلنا في الهاي بوينتز. الهاي بوينتز بتبقى بتيجي منين او بتغلب عليها ازاي? يعني ازينك تشوفيها تاني. اكمل والبولشنج. الاسف احنا هنا في حظر. فانا مش معها حاجات والبولشنج. كويس. بس انا اه وعد مني انا كنت عايز اعمل في البرزنتيشن بس قولت اخليها مرة تاني عشان دي محتاجة ان هي توصل صح. فانا انا احسف خليها مرة تاني. هو هو بتاعي دلوقتي مش يعني مجرد ان هو محتاج بس. يعني انا اظن ان هو احط ستين ولا بس بس. يعني خلينا آآ نسأل سؤال. نحط ستين علشان الناس تشوف يعني ده مسلا انا احسف ان نحركه. ده اللي عملنا فيه ستين في في الانستجرام. ده اللي عملنا من يومين. اللي نزعلت انت ازاي عملت الانستجرام. فده من غير ستين. لو عايزين نحط ستين آآ عشان تشوفوا الجروفز عملت ازاي براحتك. حط آآ دكتورة فاطمة حط آآ نزل صورة اوكي حاضر والله حاضر. نزلها. دكتور هشام شكرا. دكتور اسلام تاني. دكتور هشام الاول شكرا. دكتور اسلام شكرا جدا. آآ هو انا كده خلصت. دكتور داليا معلش بلاش يعني. اللايف الاول اظن خمسة عشرين دقيقة او تلاتين دقيقة بكتير فممكن حاضر تشوفيها هتساعدك جدا انك تفهمي اكتر. اكيد نحط ستين بلاش ستين. هو انا عايز احط ستين علشان آآ الناس تشوف بس الانات ما يعمل ازاي. لان لو حطت ستين هتبقى هيبوز الدنيا. هو كده شكله حلو. بس لو حطت ستين هتبقى خلينا نشوف. عشان برضو في آآ نسترومنت تانية. وفي نفس الوقت بس محدش ينسى يقولي على نقطة بس عشان نعاولها. آآ شكرا الدكتور محمد عبد الرحمن. ممكن آآ معاك جدا معاك جدا في دي. بس احنا بنتجلم على آآ ليه آآ طبعا بتاعي يعني انا مش مشغاله مثلا هنا آآ سواني تلاتين سانية هنا وبعد كده محركوا تلاتين سانية لأ انا تلاتين سانية وريحت شوية وبعد كده تلاتين سانية وريحت شوية وبعد كده تلاتين سانية وريحت شوية وريحت تلاتين في النص فمش هيحصل زي ما انت متخيل. من غير ستين احلى طيب تمام حط ولا ما نحط يعني عارف في ناس بطوله اهو ناس بطوله لأ طب يعني ايه مش مستخسر اتنين الاستين والله عام قدامي عام بس انا هحطها حاضر. هو كده شكل حلو. في الاول هيتسايف هيتسايف ان شاء الله دكتور محمد. شكرا دكتور سامح. اه تمام يا دكتور ماشا دكتور دالي هاريت والله ما تحطش. هو شكل حلو. بس خلينا نحط ستين هو كده شكل حلو. طب انت شايفين كده وخلاص. والله مستخسر ستين اه يعني مش مستخسرها والله. يعني مستخسر ستين ومش مستخسر سوام اكس يعني مسلا معنا اسف. حطها باش ما انتسترم. حاضر. حاضر. طيب. طيب في في تريك صغره في الستين للاسي بتشتغل استين يعني انا هحط مسلا اه دروب في الميزيال هنا مسلا. تمام? في ال اه وفي ال دستل. تمام? طيب. في صغيرة تانية. اللي هي دي. ده ايه? ده فايل عادي. فايل اندو عادي. فايل اندو عادي. فايل اندو عادي هوا. بس هو يعني ما شاء الله ساحيا عشان كنا بنركبه هنا في الانسترومنت دي. وخلاص ممكن تعمل بفايل عادي خلص. بفايل اندو عادي. وابدأ ان انا اعمل اه سبريد ليها بس. في في الجروز. مش لازم يعني حط تغرق الجروف عشان اقول والله انا حط ستين. لا عادي خلاص. جزء صغير هون. طيب نفترض نفترض ان احنا حطينا ستين ووقات كتيرة او اللون البني زي ما انا البستين دي انا محبتش عشان اللون البني بتاع غمق زيال عن زوم. عايز اشيل اعمل ايه? اجيب بوند براش عادية خالص اهي قبل ما اعمل كيورنج. وابدأ امتص البوند الستين اللي جوه دي. عادي خالص اه. همزح الزيادات بتاعتها عادي خالص. مش مستخص البراش والله اهي. انا معي براش تانية. اهي. عادي خالص. كويس. البراش علشان تشيل من. طيب نفترض انت دلوقتي بتطلع احنا لسه في الاخر هنعمل اه بولشنج. يعني ممكن نعمل الافضل نعمل 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 فنيشنج وبولشنج. اه بعد ما نخلص استين خلص. يعني ممكن وانت بتعمل كل الالوان اللي جات على الكاسبس دي هتختي. طيب. هو الاسف انا مش معايا اه تويزر بس فيه كمان صغر. انا عايز اشيل الحاجات اللي على الكاسبس دي. ممكن بكوتن اه بلت. ويفضل انها تكون كبيرة شوية وابدأ امسح الاستين من على الكاسبس بحيس ان انا اه رجحها لمعتها تانية. ولسه هنتكلم يا داكاترة احنا لسه هنعمل فكل الالوان اللي انت مش عقبك دي هتختيفي. اه دا الاستين الناس اللي كانت بتقول ان انا مستخسرها والله مش مستخسر استين خالص اه. كويس اه. كويس وبعدين عادة خالص لل اه للاستين عادة هنستين في الاخر. استين عشان الشكل اللي بس اه يعني يعني استين عشان تدي انطبعها ان هو اه 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 طبيعي. طيب نفترض انه حد هيسأل السؤال برضو والسؤال ده انا كنت بها تسأله. طيب نفترض انت حط استين والباش انت راح لدكتور تاني والدكتور اشتريت عامل مع الاستين انه هو اه انه هو كارز. انا ده ادي بديهيات يعني. طيب بنرجع تاني اللي عايز يسأل حصل مشكلة ومش حصل دكتور ايه مش حصل لو انا في ضد مسخن طول الوقت انا مش مسخن طول الوقت. اه بنعمل بها في الكراون هي دكتور والله. هي حلوة جدا على فكرة. خد صورة قبل استينو بعد. عط استينو حط استينو بعد ولو تلت وحشة اه هاخسلها جوه هاخسلها من مياه. هات استرينجو انا بقى حطها ماشا دكتور عبدالله. شكو انا دكتور خلود. اه احنا مفوض كده خلصنا دكاترة مفروض انه لما اجي بص يعني كده كده لحد كبير السلوبس بينين. كده في سلوبس بينها. يعني مفوض انه انا لما خلص هبص كده. شفت انا باصص ازاي مفروض ابص كده. بس انا انا بحاول ان انا الصورة تبقى واضحة. الصورة كده واضحة. هبص كده المفروض يبقى فيه سلوبس هنا. يعني فيه كاسب سلوبس هنا. فيه واحدة فيه سلوب هنا. وفيه سلوب هنا. الموضوع مش جاي. يعني محطتش حطة كومبوزت بسباعي وعملتها كده. لا خلص. مش يحصل اوهر هيتنج للهواء كده كده هيحصل اه ريهيلنج للبالب. لو انت ما عملت بس مش يحصل اوهر هيتنج للناس متخيلة. انا مش بسخنه مش بسخن بلا. اه احنا قلنا بتاع لكم بسط لما بتجي تشتري كده بتقرى الموجودة بقول لك اعمل مثلا زي البوند بالزبط بيقول لك مثلا حط من البوند. بتحط على اساس ايه? يعني على اساس انه يعني مش يعني فيه مسلا بيسكو بيقول انه وتحط من البوند. في اه لازم لير واحدة. في بيقول لير واحدة. طب ليه ده بيقول واحدة بدون اتنين? هو على حساب الماتيريال بتاعته. اللي هي تكيور نفس الفكرة. هو بيقول لك مسلا اه المواصفات اللي هي تكيور اللي هو بيقولها. اللي انت تعمل بها المودي تقديه. اه في ترك كنت بقولها في النص كده انه ازاي يعرف بتاع اللي هي تكيور بتاعي. انا نفترض دلوقتي انا عندي هاخد مسلا اه هو الاسف الكمبوزيت اللي معي خلص. طيب هيخد مسلا اه من كومبوزيت. خلنا نرسمها على ورقة بعد اذنكم. شكرا يا دكتور حشام. خلنا نرسمها على ورقة عشان الناس تفهم دي. فمعلش دي اخر ترك صغيرة كده بس انا اسف ان انا اخد من وقتكو ازياد من اللازم. معلش انا اسف جدا والله. طيب. نفترض ان انا اخدت لاير اه كومبوزيت. وليكن مسلا لاير صغيرة كده مسلا. جيت ببروب. مدرج بتاعنا اللي هو السمك اللير دي طلعت اتنين ميلي. كويس. اللير دي طلعت اتنين ميلي. حلو جدا. طيب هجيب اللي هي بتاعي وهي اتنين ميلي كده. واعمل لها كيرو. احطيتها بقى على جلاسة لاب. احطيتها على البن شاحتيتها على اليونت مش هتفرق. يعني اعمل كيورنج فوقها كده كيان انا هعمل كيورنج في الكافتي على طول. تمام? طيب. نفترض انه اه دي اتنين ميلي حصل لها كومبليت كيورنج. لما اجيش لها هبص على بتاع السيرفس من تحت. لو نشف بتاعي ده بيوصل اتنين ميلي. طب حلو. انا عايز اتأكد هل هو بيزيد اكتر. يعني ممكن احط تلاتة ميلي مسلا. لو انا هشتغل بلك فيل او. هجيب اللير انا دي اتنين ميلي. هجيب كمان اتنين ميلي. تحت صغيرة. تانية. وهمسكهم في بعض. خلوهم بي اتنين يمسوكوا في بعض. اتنين تانية. مش في الاول. يعني في الاول نشفت خلاص هرميها. هجيب واحدة تانية هجيبها اربعة ميلي. كويس بقى عندي دلوقتي لير اربعة ميلي. وحطيها برضو في اي مكان انا عايزة. واعمل كيورنج من فوق. هجيب الليت كيورنج بتاعي وحطه فوق. كويس كويس. المنفكتشر والله بيقول ان الكمبوزت ده المفروض ان انا عمل لمدة تلاتين سانية. جيت حملت تلاتين سانية. فلاقيت خلاص. حصل خلاص. فابدأ بقى ارفع الاربعة ميلي دول من اللير كومبوزت الاربعة ميلي هشيلها. وابدأ اشيل اشوف بتاعها. هل حصل لكيورنج ولا لأ? لو حصل لكيورنج بتاعي ده بيوصل الاربعة ميلي دبس. تمام? طب لو ما حصلش هبدأ اشيل الكمبوزت الصوفت اللي لسه ما حصلوش كيورنج من الفاتنج سورفس. يعني الجزء ده مسلا هاد اشيل منه آآ شوية. شيل منه كومبوزت. لحد ما وصل لأول جزء حصل لها كيوري. كويس? يبقى انا اضفت كل الان كيورد كومبوزت. هبدأ اعيز بقى تاني بالبروب بتاعي السمك الجديد ده قد ايه? هل هو بقى اتنين ميلي اتنين ميلي ونص دقاتة ميلي اربع ايا كان. بس هو طبعا هيبقى اقلل من اربعة ميلي. فده بتاعة زي يعرف ايس بتاعي 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 زي بتاعي بتاعي بيوصل لفين بالضبط. نقولي الفكرة تاني. نقولي الفكرة تاني. انا هجيب دلوقتي حتة كومبوزت كده صغيرة واحطها على او اعطها على مسلا واقسها بالبروب. ولتكن وصلت اتنين ميلي. انا استها لازم هخليها اتنين ميلي. كويس? واعمل لها كيوريج. هجيب اللاية بتاعي من فوق هنا. واعمل لها واعمل كيوريج. كويس? واعدين اشوف بيقولي ان الكمبوزت ده مفروض اعمل لمدة خمسة وعشرين سانية. فانا عملت خمسة وعشرين سانية اشوف الاتنين ميلي فعلا. نشوف اشوفها من تحت بتاعها. نشوف ولا لا? لو نشوف خلاص. تمام زي الفل. طيب ما نشوفش بلاية بتاع ده ما بيوصلش اتنين ميلي. تمام? طيب. نروح لحاجة تانية. طب نفترض ان هو جاب اتنين ميلي. طب انا عايز اشوف هل ممكن احط لاير تاتا ميلي او ميلي. اجيب كمان اتنين ميلي كومبوزت. واضفها. اجيب اربعة جديدة خالص اتنين ميلي. واتنين ميلي. اجيب حتة كده صغيرة وكورها. واقسها مسلا بالبرونت البروب تاني. واللي اكون طلعت اربعة ميلي. احطها في نفس اه نفس الخطوات اللي فاتت. حطها على مسلا واعمل من فوق. نفترض ان هو اه بعد خمسة عشرين سنة زي من بيقول جيت ببص على بتاع اللاير دي. اللايتها نشفت. حصلها ستن. فخلص اوكي. خلص اللايت ده بيوصل اربعة ميلي. تمام? ما انا مش هحطها كتر من كده. مش هحطت اللاير ستة ميلي. الموضوع ما باش مستحلي. اربعة ميلي حلون اول. تمام? واصل زي الفول. طيب. نفترض ان انا شلت اللاير اللي انا حطيتها الاربعة ميلي دي. جيت الانورد. اللاير اللي تحت خالص. لياتها صوفت. ما حصل لاش كيورنج. وانا عملت خمسة عشرين سنة زي ما بيقول. هابدأ اشيلها واحدة واحد. اشيل الجزء الطري ده من الكمبوزوت. لحد ما يوصل. لحد ما يوصل للجزء اللي حصل له كيورنج. حتى اللي نشفت. حلو? خلاص. انا شلت الجزء ده. ابدأ بقى ايس اللاير دي كام. بالبروب اللي معايا. طلعت بقى اتنين ونص ده هتعمل لي. ده معناه انه الكمبوزوت بتاع ده بتاعه بتاعمل لي. تمام? بس. شكرا. شكرا لحد اه لو فيه ايه سؤال في اللي احنا عملناه. ده اللي احنا عملناه عشان الناس بس ده اللي احنا عملناه بالستين. اتمنى الناس تبقى يعني لحد ما عرفت ان انا اه اساعد اعمل حاجة كويسة. الناس هتقول لي والله الالوان اللي على القصت هنا من فوق. احنا كاك هاتفقنا ان احنا نعمل اه بولوشن. احنا بنعمل بولوشنج باست. فالطبيعية كل الوان دي هتختفي. الانسترومنت اللي اشتغلنا بيها العادية خالص اي التيب الرفيعة. والتيب بالناحية التانية هي دابل سايدت. التانية اللي هي زي الكندنسر اللي عادي بتاعنا بتاع الامولجان بس التيب هنا فلات. انت احطيت كمبوزوت يا دكتور اه اسلام. احطيت كمبوزوت. كويس. وخلصت كافتي بتاعك. واحتاجت وعملت وشلت الروبر دام وحصل لها عاد تاني. فمش هينفع انك تضيف يعني هتنشف وتضيف تاني. لا لازم على الان حصل الكمبوزوت اول لير دي حصل لها لازم تشيلها. سواء بتعمل كافتي كلاس وان مسلا او تزود شوف انت مسلا الجزء اللي انت هتضيف فيه لازم تشيل منه شوية. لانه الجزء اللي فيه ده حصل لها في ناس بتقول ان انا اعمل اه اتشنج. اتعامل مع الكمبوزوت ساعتها انه اه وفي ناس تانية بتقول انه افضل ان انا اعمل اتشنج واعمل ساند بلاستنج كمان. زي فكرة انه اه لما بقى عندك اه لما انت بتعمل بيلد اوب للاندو تعمل بيلد اوب عندك مسلا توس بدل ديستركت عملت بيلد اوب عشان تعمل اندو. واشتغلت مسلا واعيز تغفل الكمبوزوت في الاخر. هل الكمبوزت اللي في الاول انت كنت اعمل له بيلد اوب ده. مش الطبيعه انك تشيله هتسيو. طيب الكمبوزت اللي في الاول دها. اه الكمبوزت اللي انت كنت اعمل له اه بيلد اب في الاول ده حصله كنتم من اجلال 들어� جنت بتاعك من السلايفا اللي موجودة من التمبر اللي انت كنت احطه فلما بتيجي تبني اه تكمل الكمبوزوت بتاعك المفروب بتعمله ساند بلاستنج او بتعمله اتشينج زي ما انت بتعمل يعني او بتشيل منه جزء لو محتاج تشيل لو حصل له كنت مانيشن كتير يعني. اثمنى تكون اه وصلتك المعلومة دكتور محمد عادل اللي دائمي بحصل نكروزز البالب بعد الكمبوزوت حتى لو بفترة. ما احنا قلنا منه السبب رئيسي بتاعك مش واصل وانت عملت حط كمبوزوت وخلاص كانك بتحط اعمالجم. ده احد الاسباب سبب تاني مهم جدا. انه دلوقتي ده مش برضو مش موضوع انا عايز يعني اخلي موضوع ده لوحده بس اه معلومة صغيرة انه المفروض لو انا اضطريت ان انا اعمل اتش للدنتن اه ما عديش خمس ثواني. الا ده 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 لو بنتكلم ممكن نوصل خمسة عشرين ثاني. لو كويس. يبقى عندك الكومبوزوت. اللي هو في الاول في الاخر. الحاجة التانية للدنتن. انت عملت كتير للدنتن. فبدأت اللي هو اتموت او تبدأ تتحرك نقيحة البالب. كلام يعني حوار كبير. تفي بالكمبوزوت بعد الاندو لان في حالات بتتبقى مش عايزة تعمل كراون. اه بص يا دكتورة داليا هول فكرة كلها انه اه ده مفهم خاطئ وانا كنت فاهمهم يعني اسات زيتنا قلونا كده انه اه اي حالة اه اندو لازم كراون. لا الكلمة ده مش 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 صح يعني فيه اعتبارات كتير قبل ما ابدأ افكر انا وعملش كراونز بعد الاندو. حالة كتير ما بعملش كراونز. يعني فيه اول كيس لو حضرت اشوفي بس الاول اه اول بارت من اللايف هتشوفي انه فيه كيس بلد دستركتد وانا عملتها ديريكت كومبوزوت. الفكرة بيعتمد اكتر على بعدها على البيشانت ايكونامي. على اكتر الريمانيك توس يعني ممكن يبقى التوس اه يا دوب انا اقدل اكسس بتاعي واعملها كومبوزوت. يعني فيه فيه توجه دلوقتي او فيه فيه اه اه حاجات بتنزل اليومين دول لو يعني الناس متطلعة يعني وربنا يكرمنا كلنا يعني انه اه مش دايما لازم اعمل بوست. مفيش حد بيعمل بوست في البوستيريورتيث. ما عادش فيه حاجة اسمها بوست في البوستيريورتيث. لو عندي اتنين ميلي توستراكشور. مش محتاج بوست. حوارات كتير بس اه انا بعمل داكت كومبوزوت في اه بعد الاندو لو انا شايف ان رمانيك توستراكشور كويس عندي منمام ساكنس من الولز اتنين ميلي. لو عندي اقلية اتنين ميلي بعمل كاسب كابنج. لو انا بعمل رداكشن هارزونتا للكاسب ده لحد ما بعمل ساكنس اتنين ميلي. وفي نفس وقت الكمبوزوت اللي انا هحطه في الفانكشن في الكلوزل سيرفوس ده لازم يبقى الساكنس بتاعه منمام اتنين ميلي عشان يحصل وزيستاند دي الاكولوزل سيرفوس. يعني اه دكتور محمد عدل يعني مش فاهم يعني ايه اه احنا اتفعنا ان انت اشتغلت من الاول خالص يا اما اه انت حصل ليه ان انت ممكن اشتغلت من غير كول انت اصلا من الاول كنت رتاعتك شغال من غير اه ووتر كول انت. اه عملت 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 كل دي اسباب انها تعمل مش الكمبوزوت اللي بيعمل كوائس. التكنيك بتاعك هو اللي بيعمل مش الكمبوزوت كما تريد ما تعملش نكروزوس. بس اي التكنيك سواء 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 اللي انت هتكلم عليه لازم تعمل يعني لازم الانامل ده تعمل له ايا كان بقى الفضيع اللي انت هتشتغل به. لازم تعمل اللي نعمل لازم ده ما فيش في كلام. كويس? لانه اللي بيبقى مع او اللي هو اللي ببقى فيه اه او اللي موجود جوه ده في البوتل ده بيبقى فما بيعملش اي اصلا او بيعمل بالنسبة لا يعني آآ بنسبة صغيرة بيعمل بورز مايكرو بورز في اللي نعمل بالنسبة صغيرة جدا فانت محتاج انك تعمل العادي بتاعك اللي هو الفوسفوريك اسد. الى سواء تعتين في المال الفوسفوريك اسد العادي بتاعي خالص او ما انا اعمله قبل كيش انا نعمل آآ الموديد خمسة شهر سانية. لازم تعمل مع اي تكنيك للبوند. شوفكم على خير متشكر جدا آآ ان الناس آآ كانت معانا. اتمنى انه الموضوع كان شيق الى حد كبير. اتمنى وكنش طولت عليكم. اتمنى ان انتو آآ يكون لحد استفاد ولو معلومة. ده بيسعيدني ان انا اكمل. فشكرا جدا 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 جدا. للناس اللي بتدخل تسألني دايما انت معك ايه? انا مش معايا حاجة والله. انا انا جي بيه عادي خالص. مش معايا مصدر مش معايا حاجة الحمد لله يعني. اتمنى لكم مشكل على وقتكم. ونشوفكم على خير ان شاء الله الاسباق جاي. في جديد عن كما لم تعرفه من قبل. يعني اتكلم على كتير هتعجبكم ان شاء الله. شكرا.